سعيد، شخص محظوظ في حياته تبغون تعرفون السبب؟ لأنه عند أصحاب رائعين وأي شيء يحتاج يحصل عندهم منهم اللي يعرف يصور ومنهم اللي يعرف منتج ومنهم اللي خبير في التقنية ومنهم اللي متميز في الإلقاء غير اللي يستخدم التفكير الإبداعي واللي عنده ثقافة عالية واللي دايماً يقرأ في الكتب تبغون تعرفون فين تعرف عليهم؟ بكل بساطة سعيد فكر في مكان يستفيد منه ويطور فيه مهاراته بالإضافة إلى الترفيه والتعليم والحفاظ على الوقت وكمان التعرف على أصدقاء رائعين وبعد ما بحث قرر إنه يدخل جامعة الصالحين بمخطط عبيت في حي قويزة الآن عندهم تحفيظ القرآن دورات تطويرية أنشطة رياضية مهارات حياتية برامج تطوعية زيارات برية وبحرية زيارة المكة والمدينة ومن يوم دخل سعيد معهم الحلقة صار في حياته سعيد جامعة الصالحين بمركز إشراف شرق جدة التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وأنت إذا تبغى تكون من أصحاب سعيد اتواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر